اشتركوا في القناة من ثمرة يذهب فإذا شاهده إنسان جاء فإذا قال له قطع قطع تفوك محل لك أنا بقى تشوف الحارس ما يجيه الشارح قال هذا بقى تشوف هو صاحب المال نفسه حتى الحارس لا يستطيع أن أسأل شيء قال أنا بقى تشوف لك من الحارس ما يجيك هذا الشراح يسمونه عندنا فشوف هذه كعدة واحدة زينة قطعة الثانية هذه رضا وطمنه وخليه قبل مجد الحارس راح نجري هنا المال حقه وكان مقتدى طبع البشر يتألم تقول تسرق مالي تشير الحقيقة ديها لانا قال أنا بحرسك من الحارس يطمنه أو لا وانت قطع وقطع ذي وشل وشل ودهل هناك وهين الغضب ده التهذيب يصير الانتزاع الغضب ده يساعده على أخذه ها ساعده على أخذه خرج واحد ثاني في في عم دونات آخر الليل يبغى المسجد حصل السارق يسرق من الحب حقهم فلاذ فزع لما شافوا قال بسرعة بسرعة مال حقك هذا أنا بحملك قبل ما يخرج أخوي قال قبل ما يخرج أخوي أخي قال ينزل الحين إن شافك بيضربك بسرعة حمله وخلا يروح شايفتك كيف كيف انعدم هذا الغضب عندهم أثر الرياضة أثر التزكية لكن لو رأى ينتهك الحرم لو رأى يتطاول على الأعراض ما يسكت له ولا يسبر له ولا يجي إلا الغضب لله تعالى فصاروا على اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه لا يغضب للدنيا وإذا غضب لله لم يقم أحد لغضبه اللهم صلى الله عليه وسلم سمعت